مدبولي يستعرض تقريراً يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بايدن يؤكد من بروكسل أن استغناء أوروبا عن مصادر الثقة الروسية سيعزز أمنها القومية وفي مباراة مصرية المنتخب الوطني يواجه سنجال في ذهب المرحلة النهائية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم الثلاثة عصراً بالقاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً لكم جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بملف الثقافة والفنون وكل ما من شأنه بناء شخصية الإنسان المصري والارتقاء بمستويات الوعي والمعرفة جاء ذلك خلال استعراضه تقريراً يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار مشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية حيا كريمة وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تمت إقامتها في عدد من القرى المستهدفة وذلك خلال شهراء فبراير ومارس حيث أشار مدبولي إلى أن ما يتم تقديمه من أنشطة وعروض فنية وثقافية للمواطنين على مستوى الجمهورية خاصة بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حيا كريمة يتي في إطار جهود تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية وتوصيل الخدمات المعرفية لمستحقيها من أبناء الوطن وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمؤشرات جودة حياة المواطن والتوسع في مجالات اكتشاف ورعاية وتبني المواهب بالقرى المدرجة بمبادرة رئاسية حيا كريمة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبطات تقرب من 1654 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 127 طن سلع غذائية مختلفة و27 ألف عبوات زيت ضعطان كما تم ضبط 1286 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط ما يقرب من 118 طن كما تم الضبط 32 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 44 طن أسمنت و30 طن حديد تسليح كما وصلت وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 33 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 171 مليون وخمسمائة ألف جنيه كما تمكنت من وزارة الداخلية من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من مليوني جنيه مصرية بالإضافة إلى ضبط ما يعادل هو 7 ملايين وخمسمائة ألف جنيه عملات أجنبية مختلفة وضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة بما يعادل 162 مليون وخمسمائة جنيه نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دوية الهمم والأيتام وذلك لعدد من قطاعات وزارة الداخلية للإطلاع على مرافقها وجودها في منظومة حفظ الأمن يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها مع كافة الفئات بهدف تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعرفهم بطبيعة عمل القطاعات الشراطية بما يعمق روح الولاء والانتماء لديهم تنظم وزارة الداخلية زيارات بيدانية لتلك الفئات لهذه القطاعات في هذا الإطار استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من دول الهمم والأيتام تعرفوا خلالها على طبيعة عمليها وبرامجها التدريبية لإعداد رجال الشرطة وتم استحابوهم في جولة ميدانية للتعرف على مرافق الأكاديمية وشاهدوا جانبا من تدريبات الطلبة في ميادين التدريب فضلا عن عروض كتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة الهدف من الزيارات اتساب روح الولاء والانتماء والمواطنة لأبنائنا داخل دور الرعاية الاجتماعية وإلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كانت الزيارة التالية لذول همم والأيتام فقد تم استقبالهم بالهدايا والورود ووقدت لهم ندوة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة بحضور قيادات الإدارة مع عرض فيلم تسجيلي وثق لإحدى مهمات الإدارة في ضبط تشكيل عصابي لجلب وتهريب المواد المخدرة شفنا في المتحف أنواع المخدرات وإزاي بيتم تهريبها ومن خلال الفيلم الوسائق اللي تم عرضه شفنا إزاي قد إيه فيه أعداء للبلد وقد إيه الحجم الخطر كبير جداً بصراحة استفدت جداً واليوم كان لذيذ والحمد لله وفي متحف الإدارة استمعوا وشاهدوا أنواع المخدرات وخطوراتها وأثارها السلبية على المجتمع وقد أشادوا بالزيارة التي ساهمت في رفع الوعي لديهم بمخاطر المواد المخدرة شكراً جداً لمجهودكم العظيمة اللي انتو عملتوا معنا وشكراً جداً للمعلومات القيمة اللي انتو بتنجدوا أن انتو تعلموها لنا وأن احنا نتعلم من حضراتكم كل يوم معلومة وكل يوم حاجة جديدة بتنفعنا بصراحة أنا كان فيه معلومات كتيرة قوي ما كنتش عرفها كان معلوماتي محددة جداً بس لما شفت الفيديوهات النهاردة فيه معلومات استفدتها كتير وكمال لما طبعت فوق فيه حاجات أنا ما كنتش برضو عارفها استفدت منها وعرفتها الوزارة نظمت زيارات أخرى لذوي الهمم والأيتام وذلك إلى مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات زيارة نظمها قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنسق مع قطاع الشرطة المتخصصة شاهدوا أنواع اللنشات المستخدمة في مهام عمل الإدارة ومحاكاة لأعمال التدريب على قيادتها وتم استحابهم باللنشات في رحلة نيلية وهو ما أشاد به وبالدور المجتمعي للوزارة في التواصل معهم ودعمهم والحرص على استقبالهم وتعكس تلك الزيارات مدى اهتمام وزارة الداخلية بالجانب الاجتماعي في استراتيجيتها الأمنية من خلال الحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعرفهم بجهود الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار عبدالل بركات التلفزيون المصري أعلنت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تدعيات اقتصادية على مستوى العالم كما أعلنت وزيرة التجارة الاتفاق على الالتزام من الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار ودراسة منساهمة الغرف التجارية بنسبة تبلغ 2.5% من الاحتياطية النقدي وذلك للغرف في توفير شنطة رمضان بالتنسيق مع المحافظين جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع الرؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم انطلق معرض أهلا رمضان الرئيسي بمركز القهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر لتوفير مختلف السلع الغذائية وبأسعار مخفضة يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف العبئ عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المعظم بمشاركة كبرى الشركات المنتجة لسلع الغذائية انطلقت الفعالية الرئيسية لمعرض أهل الرمضان في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بدأ فعلياً المعرض الرئيسي اللي حضرتك فيه من 24 مارس ويمتد الـ 31 مارس في بعض المعارض تم افتتاحها في 15 مارس حتى آخر شهر رمضان ست الوزير أعلن منذ فترة في أكتر من مناسبة أن المعارض هتستمر في المحافظات مع آخر مواطن أو مستهلك هيجيب احتياجاته من المعارض بارح كنا في افتتاح معارض أهل الرمضان في محافظة الجيزة واتفق مع معالي وزير التنمية المحلية أنه هيبقى في معارض ثابتة في كل المحافظات وليس فقط في شهر الرمضان لأن أثبتت المعارض أن هي آلية جيدة جداً جداً في ضبط الأسواق وضبط الأسعار لأن زي ما حضرتك شايف إقبال المواطنين أو المستهلكين عليها بيبقى منقطع النظير والمبيعات كمان بتتضاعف لأن الأسعار اللي موجودة جوا هي أسعار التكلفة وأيضاً بتغطي التكاليف والسعر العادل اللي نقصد به إن احنا بنحقق هامش ربح معقول المعرض يقدم تخفيضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جامعيتي لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان وكذلك اللحوم والدواج والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسقر وغيرها من السلع الأخرى فكرة المعرض أنه بيبسط على الناس وبيبقى كل طبقات الشعب طبعاً بتيجي عشان من مختلف الشركات بقى اللي بتيجي 140 شركة منتجة بتعرض في المعرض الأسعار كويس الأسعار في متناول كل الأسعار كويس الحمد لله كويس ربنا يخللنا الرئيس والله واخد باله من شعب وقوى قوي المعرض اشتريت مكسرات جميع نوع المكسرات ودي وسكر وزيت وبيد وكل حاجة المعرض جميل وكل أسعار كويسة وجميلة وربنا يخلي السيسي يا رب ويخلي الحكومة كلها وفرت لنا حاجات كتير حاجة كويسة جداً وحاجة رخيسة وحاجة موجودة ودي أحسن حاجة دي أهم حاجة الدولة تحرص على توفير مغزون من كافة السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مغزون استراتيجي طاول الوقت بالإضافة لمد المعارض أكبر فترة ممكنة باعتبارها أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة لحماية المستهلك أحمد الحسيني التلفزيون مصري تستمر معارض أهلاً رمضان بتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة حيث ستشارك كبرى شركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية لمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من إحدى معارض أهلاً رمضان بالجزة مرسلة التلفزيون المصري سالي سالم تحتي لكي سالي وصفي لنا الأجواء لديك في الجزة دخل إحدى معارض أهلاً رمضان ومدى الإقبال الجمهيري عليها نعم تحياتي لكي فاطيما ولمشاهدين الكرام بالفعل نتواجد داخل معارض أهلاً رمضان بمنطقة فصل بمحافظة الجيزة وهو واحد من بين سلسلة من المعارض المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالطبع في إطار توجيهات فخامة الرئيس بضرورة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بتخفيضات تروح ما بين العشرين إلى الثلاثين في المئة ويعني دعيني أبدأ في هذا البث الحي والمباشر بحكم الإقبال المتواجد داخل هذا المعارض والذي ترصده أعين الكاميرا الآن والذي يؤكد على نجاح هذا المعارض في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية فضلاً أيضاً عن المستلزمات الرمضانية الإقبال كثيف من المواطنين في الأيام الأولى من افتتاح هذا المعارض والنسب التخفيضات المتفاوتة التي يوفرها هذا المعارض من خلال أكثر من ثمانين عارض وعارضة إضافة أيضاً إلى بعض الشركات الحكومية التي تتواجد هنا داخل هذا المعارض واللوقوف أكثر على تفاصيل هذا المعارض والتخفيضات التي يمكن للمواطن الحصول عليها والحصول على كافة السلع الغذائية داخل هذا المعارض يكون معي في هذا البث الحي والمباشر أستاذ الشام الدجوي وهو رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة يعني كيف تم تنصيق فندم مع كل هؤلاء العارضين لتوفير هذه السلع بكميات كبيرة داخل هذا المعارض بسم الله الرحمن الرحيم أولاً كل السلام عليكم طيبين طبعاً تعليمات دولة الكريسكياس السياسية ودولة رئيس الوزراء تحت رعايته تنبيه بعمل معارض ديت فنحن نخص الجهزة بالذكر فيها سبع معارض التنصيق بقى محمد مبابي رئيس الغرفة بقى عمل مجود كبير قوي بيتصل بالشركات الكبرى معاني المحافظ اللقاءات اللي كانت معاني ابتدوا هم تصل بالشركات الكبيرة ابتدين احنا كأعضاء شعباً نعمل جولة على كل المصانع في تكتوبر وكذا بحس ان احنا نحسوهم على ان هم يشرفون في المعارض ونأكل عليهم ان المعارض ده بالمجان وبناءنا عليه هذا الصمار مع المجهودات اللي تمت الفترة الفاتح يعني الاقبال من الجمهور اللي بنرصده في هذه الايام يا فندم وحجم السلع المتواجدة هنا يعني تكلمنا عن فروقات الاسعار ما بين هذه السلع ومسيلتها في الاسواق الخارجي التعليمات لما وصلت محمد مبابي قاعد مع الشركات دي تأكد عليهم ان المرادي مش معارض رمضان المرادي دي ادارة ازمة فادارة ازمة لازم كل الشركات دي تبقى متواجدة والمواطن يحس ان هي مساندة في الازمة اللي احنا فيها لان الازمة دي ازمة عالمية احنا مصر يعني مش شرف فيها ولكن احنا جزء من كل يعني فبناءنا عليه لازم نتضارك ونعرف نحلها ازاي فاللي حصل ان التوجهات بتاعة مع المحافظة ومحمد بن بيبي لما عادوا مع الشركات قدرنا ان احنا نحسهم على انهم يعملوا خصم كبير فالخصمات هنا بقى اتنوعين الخصم الاولاني اللي هو الشركة بتوفر المنتج بتاعها ده وبيتحمل عليه عشان يعرضوه بيتحمل عليه مصاريف النقل والمناديب والسوائين والعربيات وهكذا ده طبعا اتشار من اعطيكم لان هنا الغرف موفرة المكان ده بالمجان الكهرباء والارض والامن والامن الخارج والامن الداخل وكل ده بالمجان فبناءنا عليه كل دي توفرات التوفرات بالمنتج بالاضافة لان المصانع دي دعمت المنتج كمان بتاعها عشان تتواكب مع الظروف اللي احنا فيها فهنقول مثلا نوع من انواع المكارونا باربعة جنيه بستة جنيه بارة بيتباع هنا باربعة جنيه ونص ونوع يعني معروف مش شركة واحدة بس كل الشركات بنفس الموضوع الرز نفس الموضوع السكر بقى بعشر جنيه والمكارونا بتسعة والرز بتسعة جنيه وهكذا يعني فهنا كل الشركات دعمت المنتج بتاعها بالاضافة للدعم كمان اللي هو بتاع الغرفة اللي هي الشهادة بالمجان والقربة بالمجان والامن بالمجان وكلام ده كله في كل ده وفر اه اه التوفير ده كله وصل المواطن فبالتالي المواطن حس بالفرق وبناء انا عليه زيما ما بارة جنيه ونص يبقى احنا منتكلم فاكتر من خمس ستلاتين في المية اه اللي لما نقول اه اه سكر باتنشر جنيه بتباع بعشر جنيه فانت كلمة في عشر في المية وهكذا هو كام كده فانما نجي نجمعهم في الاخر هنلاقي اللي بيشتري بألف جنيه اه وفر بقى بيشتري بيدفع سبعمائة جنيه سبعمائة خمسين تمنمية على اكثر يعني فالفرق ده كبير بدليل المواطن حس بي ما المواطن مش مش هيدحك عليه هو حافظ الاسعار هو في اي حتة حافظ الاسعار يعني هو بيجي لك بيقول لك هنا اه برة بتبع بكزة وانتو عندكم كزة بفرق كزة هو حاسبها عارف وفيه ناس بتجينا بورقة مكتوب عليها الاسعار من برة يعني هو وقت جولة يعني فاحنا لا ومشوف هنا حاجات كتير قوي يعني فده يؤكد لك ان الحاجات هنا فعلا اه جودتها عالي قوي الاسعار خيصة الشركات كلها شركات برندات يعني احنا بيش ناس مش عايزين نقول بس الناس دي فعلا اه خدمت لكن انا معاليك لو اخدت جولة هتشوف الشركات دي تعاملة خصومات كبيرة جد يعني وبعدين بقى هنا مثلا الشعبة عاملة بكية كبيرة كل حاجة حتى انا بشكرك يا فاندم شكرا ايا فاندم يعني فاطيمة ورجائي هذا هو ما يتعلق بهذا المعرض المعرض يوفر كافة انواع السلع من الالبان والمنتجات الغذائية الزيت والسكر وغيرها فضلا ايضا عن المستلزمات الرمضانية كافة ما يحتاجه البيت المصري داخل هذا المعرض يمكن ان يجده المواطن باسعار تنافسية وتقل نسبة التخفيض وتصل الى 30 بيئة المئة الكلمة تعود اليكم مرة اخرى في الاسمي شكرا لك الزميلة سالي سالم كنت معنا من داخل واحد من معارض اهلا رمضان شكرا جزيلا لك قال الكريملين ان في تصريحات الامريكية حول احتمالية لجوء روسيا الى استخدام اسلحة كيموية في اوكرينيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن واشار ديمتري بسكوب المتحدث باسم الكريملين في مؤتمر صحفي الى ان الجيش سيقدم اقترحات الى الرئيس بلاديمير بوتين بشأن تعزيز روسيا لدفعتها ردا على قيام حلف شمال الاطلسي بتعزيز جناحه الشرقية واوضح بسكوب انه لا يوجد موقف رسمي بشأن ما اذا كانت موسكو ستعيد بناء البلدات والمدن الاوكرانية مثل ماريو بول على صعيد اخر اعلن الكريملين ان الرئيس روسي بلاديمير بوتين امر شركة جازبروم عملاق التاق الروسي بقابل مدفوعات صدرتها من الغاز الطبعي بالروبال اتهم وزير الخارجي الروسي سرقيل لفراوف بواشنطن باجراء انشطة بيولوجية في دول عدة دون علم حكوماتها معربا عن قلق بلاده من مساء كييف بالحصول على الاصلحة النووية كما شدد لفراوف على انه رغم كل جهود الغرب العزل روسيا فلا يزال لديها العديد من الشركاء مشيرا الى ان غالبية دول العالم لن تنضم الى سياسة العقوبات ضد بلاده لديهم هدف وعالني بهدم وخنق الاقتصاد الروسي وروسيا بشكل عام ونحن نرى ان هذه العقوبات التي لا نهاية لها والقيم التي كان يؤمن بها دائما في الدول الغربية كل هذا الان اصبح غير مهم بالنسبة لهم وهذه القيم يضعونها جانبا الان خلال تعاملهم مع روسيا والان رغم كل جهودهم لعزل روسيا فهذا غير واقعي ونحن لدينا عدد كبير من الحلفاء والشراكاء في العالم والمنظمات المختلفة التي نعمل تعمل روسيا معها وسوف نستمر بعملنا معها اعلنت وزارة الدفاع روسية ان قواتها دمرت مستودعا كبيرا للوقود خارج كياب في هجوم صاروخية وقال المتحدث باسم الوزارة ايغور كوناشينكوف في افادة صحفية ان الضربة وقعت مساء امس الخميس وذلك باستخدام صواريخ كاليبر اطلقت من البحر واضاف كوناشينكوف ان المستودع كان يستخدم لامداد القوات المسلحة الاوكرانية في وسط البلاد قال الرئيس الاوكراني فولادمير زيلانسكي انه بحث مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميسو تاكاس تعزيز التعاون الدفاعي ما بين البلدين واضح زيلانسكي عبر تغريدة له على موقع تواصل الاجتماع تويتر ان المباحثات تضمنت وصول المساعدات الانسانية الى المدن الاوكرانية المحصرة بسبب العملية العسكرية الروسية كما تضمنت المباحثات سبل التعاون العسكري مع اليونان اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية ان القوات الروسية نجحت جزئيا في انشاء ممر بري بين القرم وانطقة دونسك كما اعلنت شرطة مدينة خاركيف ان روسيا قصفت عيادة كانت تعمل كمركز للمساعدات الانسانية في المدينة في بيان ان اكدت شرطة خاركيف ان قصف البنية التحتية بعدة قذائف صواريخ ادى الى اصابة سبعة مدنين توفي منهم اربعة قالت بريطانيا ان القوات الاوكرانية تستعيد السيطرة على بلدات الشرق العاصمة كييف مع تراجع القوات الروسية التي كانت تحاول السيطرة على المدينة هذا ومن المقرر ان يزور رئيس الامريكي جو بايدن بولندا للتعرف بشكل مباشر على ازمة اللجئين اذ نزح ما يقرب من ربع سكان اوكرينيا البلغ عددهم اربعة واربعين مليون نسمة من ديارهم وفر اكثر من ثلاثة ملايين وستمائة الف الى الدول المجورة منذ الحرب اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان استغناء اوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيعزز امنها القومي وكذلك امن الطاقة لديها مشددا على ان بلاده ستعمل مال اتحاد الاوروبية على تسريع استغنائه عن النفط والغاز من روسيا جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فواندرلاين عقب انتهي قمة مجموعة السبع الكبار في بروكسيل نرحب الاعلانات والتصريحات بالاتحاد الاوروبي في بداية هذا الشهر بالنسبة للغاز الروسي وطبعا نحن اليوم نعمل معا اذا اتحقيق هذا الهدف ونحن نحقق تقدما فيما يتعلق بمستقبل نستخدم فيه الطاقة النظيفة نحن نريد اولا ان نساعد اوروبا في ان تكون غير معتمدة على الغاز الروسي وذلك باسرع طريقة ممكنة ثانيا انتاج الغاز وتوفير الغاز لاوروبا ونحن نعمل على ذلك مع شركائنا المحليين والدوليين لتأمين خمسة عشر مترا مكعبا من الغاز في هذا العالم وسوف نستمر بالعمل على ذلك وطبعا نحن نعمل ايضا لضمان مزيد من تلبية الطلب على الغاز بخمسين متر مكعب من الغاز الذي يأتي مع المتحدة الامريكية للتعويض عن الغاز الروسي من جانبها اكدت رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فوندلاين اتفاق واشنطن والاتحاد الاوروبي على اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة في تعزيز التعاون المشترك في مجال التاقة لضمان امن الامدادات وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفري روسية كما شددت فوندلاين على ان الازمة الاوكرانية ابرزت اهمية تعزيز التعاون الجماعي لتعزيز قدرات الدول الاوروبية في مواجهة روسيا فان الحلف الاطلسي يقف اقوى واكثر تضامنا موحدة من اي وقت مضى نحن حازمون على الوقوف امام او بوجه هذه الحرب الوحشية من روسيا ستكون فشل استراتيجي لبوتين تعاوننا على الموجات الاربعة من العقوبات او الحزمات الاربعة من العقوبات كان استثنائيا هذه العقوبات والعمل الذي نقوم به ازاء استنزاف نظام روسي امر مهم عملنا على هذه العقوبات يبين انه عندما نعمل مع نحن اقوى ونحن نستطيع ان نصنع فارقا حقيقيا وسنستمر بتعزيز تعاوننا في عدة طرق استراتيجية شهر مضى منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية ولا تزال الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا تفرض قيودا وعقوبات على موسكو في اطار تكثيف ضغوطها عليها بسبب عملياتها العسكرية في اوكرانيا ومن اجل اجبارها على العدول عن ذلك المسار كانت اخر هذه العقوبات تلك التي فرضتها واشنطن على روسيا واستهدافت العشرات من شركات الدفاع والمئات من اعضاء البرلمان والرئيسة التنفيذية لاكبر بنك في روسيا هذا وحذرت دول اوروبية وواشنطن موسكو من ان التكاليف التي تكبدتها ستزداد طالما امتد امد الحرب البيت الابيض اعلن ايضا ان دول مجموعة السب والاتحاد الاوروبي ستفرض عقوبات على اي صفقة تشمل احتياطية الذهب الروسي لتجنب ان تلتف موسكو بذلك على اجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها الحكومة البريطانية وهي الاخرى اعلنت فرض حزمة يديدة من العقوبات تستهدف تسع وخمسين شركة وشخصية روسية وست شركات وشخصيات بيلاروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا بحث وزير الدفاع الامريكي لويد عاصن مع نظره الاوكراني علىكسي ريزيني كاوف في محادثات هدفية استمرار تقديم المساعدة الدفاعية مما في ذلك المساعدة الامنية التي تقدر بمليار دولار التي اعلن عنها الرئيس الامريكي جو بايدن مؤخرة وشدد اوستن وفق بيانا للبيت الابيض على عزم الولايات المتحدة المستمرة على دعم الجيش الاوكراني في دفاعه عن اراضيه ضد الهجوم الروسية رحب الاتحاد الاوروبي باعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يأسف للعواقب الانسانية الوخيمة للعملية العسكرية الروسية ضد اوكرانيا ويطالب بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين وأوضح الممثل السامي لأشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل أن القرار يطالب بمرور آمن ودون عوائق للمدنيين الفارين من العنف فضلا عن وصول المساعدة الانسانية بأمان ودون عوائق وقد حصل على دعم ساحق من جميع مناطق العالم حيث صوت 140 دولة لصالحه وخمس دول فقط ضدها إلى ذلك قالت أوكرينيا أنها تأمل في فتح ممرات آمنة في مدينة ماريو فول اليوم الجمعة يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرينيا إلى كولندا إلى مليونين ومئتين واربعين ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرينيا وضفت الوكالة أن يوم أمس شهد دخول 32 ألف وخمسمائة لاجئ إلى البلاد فارين من أوكرينيا مقارنة بضخول 30 ألف لاجئ أول أمس الأربعاء قال الرئيس الروسي بلادمير بوتين أن هناك محاولات غريبة تستهدف محوى الهوية الروسية وأضف بوتين خلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع المجلس الثقافي الروسي أن البعض يحاول تغيير الحقائق التاريخية بشأن الانتصارات الروسية قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس الروسي السابق ديمتري مادفدايف إنه من الحماقة الاعتقاد بأن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو وفي تصرحات صحفية صرح ميدفيدف بأن العقوبة لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي ولن تسبب استياء شعبي من السلطات وأضف ميدفيدف أن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أربع روس أيدوا قرار الكريملين بتنفيذ عملية عسكرية في أوكريميا بل ودعم الرئيس بلادمير بوتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نجدد عليكم التحية مشاهدين قد البنك المركزي الروسي إن القيود التي فرضاها على تدفقات رؤوس الأموال خطوة انتقامية بعد تجميد دول غربية لاحتياطياته على خلفية الأحداث في أوكرانيا وأوضح البنك في بيان له أنه ردا على تجميد جزء من احتياطات روسيا فرضت روسيا قيودا أيضا على حركة الأموال التي يمكن تحولها إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل وأشار البنك إلى أن كل الذهب في احتياطات روسيا موجود حاليا على الأراضي الروسية قالت موديز لخدمة المستثمرين أنها تعتزم سحب تصنيفاتها الاعتمانية للكينات الروسية وهو ما يأتي عقب خطوتين مماثلتين من كل من فيتش وستاندد أنبورت للتصنيفات العالمية وكانت موديز كورب شركة الأم لوكلة التصنيف الاعتماني قد علقت في وقت سابق من هذا الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات جديدة على كيانات روسية وكورية شمالية بعد إطلاق بيونج يونج صاروخاً باليستياً عابراً للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بين لها قالت توزارة الخارجية الأمريكية أن الكيانات والأشخاص الذين استهدفتهم هذه العقوبات متهمون بنقل مواد حساسة إلى برنامج كوريا الشمالية الصاروخية حثت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف على ممارسة ضغط النفس فيما يتعلق بتجارب كوريا الشمالية للصواريخ بعيدة المدى وقال المتحدث باسم الوزارة وانج وانبين إن بلاده تعرب عن قلقها إزاء الوضع الحالي هذا وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً ضخماً عابراً للقارات ترجمة نانسي قنقر تمكنت القوات اليمنية من إحباط محاولة هجومية لقوات الحوثي في محافظة مأرب من عدة محاور ذكر مصدر عسكري يمنية نقوات الحوثي قصفت غرب مأرب مواقع الجيش الوطني والمقاومة لكنهم أكبروا على التراجع تحت نيران المدفعية مخلفين عناصرهم التي تسللت ما بين قتيل وأسير أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت تسعة طائرات مسيرة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه جنوب المملكة وأوضح التحالف في بين الله أن قوات الحوثي تحاول إشال المشاورات اليمنية مؤكداً دعمه للموقف الخالجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية كما شدد التحالف العربي على أن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي في السياق رحب الاتحاد الأوروبي بالمشاورات اليمنية اليمنية التي تبدأ يوم الاثنين المقبل في أرياض برعاية مجلس التعاون الخالجي باعتبارها خطوة نحو التوصل إلى تسوية الأزمات السياسية والإنسانية التي يمر بها اليمن وأوضح بياناً لدائرة العمل الخالجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسبي أن الاتحاد يشكر مجلس التعاون الخالجي على هذه المبادرة لأنه يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للصراع في اليمن داعياً جميع الأطراف اليمنية للمشاركة والانخراط بشكل بناء في هذه المشاورات من أجل إعادة السلام والاستقرار لشعب اليمن حثت وزارة الصحة الألمانية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً من المصابين بأمراض تعد من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم أو ضعف القلب على الحصول على جرعة معززة ثانية ضد كورونا وذلك لتقليل خطر الإصابة بإعراض حادة وأضحت الصحة الألمانية أنها طلبت من هيئة اللقاحات تعديل توصيطها الحالية للجرعة المعززة الثانية لتشمل مجموعة أكبر من المواطنين وتوصي الهيئة حالياً بأطاء الجرعة الثانية المعززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً فيما فوق وللأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات المعارضة لخطر كبير بشكل خاص أعلنت وزارة الصحة الأسترالية أنها ستقدم جرعة رابعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً اعتباراً من الشهر المقبل يتي ذلك وسط انتشار سلالة أومايكرون بين السكان حيث أفدت الوزارة بأن المجموعة الاستشارية العليا للقاحات وافقت على الجرعة الرابعة للفئة الضعيفة وهم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بالإضافة إلى السكان الأصليين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والمقيمين في دور الرعاية انطلقت المرحلة الثانية لتطوير مراكز الشباب بقرى الريف المصري والتي يبلغ عددها نحو 843 مركزاً بالمحافظات المختلفة تهدف مراكز الشباب إلى تقديم الخدمات المجتمعية كافة وتفعيل دورها في التنمية وبناء الإنسان انطلاقة جديدة لمبادرة حياة كريمة بالمحافظات جاءت بإعلان تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير مراكز الشباب بقرى الريف المصري والتي سيبلغ عددها 843 مركزاً بالمحافظات المختلفة بهدف تحويلها لمراكز تقدم الخدمات المجتمعية كافة وتفعيل دورها في التنمية وبناء الإنسان نهارده اجتماع كبير للعشرين محافظة موجود في عشرين مدير مدرية عشرين وكيل وزارة وأيضاً وقلاء وزارة مركزيين في الوزارة علشان تتبع مع لجنتنا لجنة حياة كريمة الحياة بالنقش تكلفات الموجودة للإنشاء نسب الإنشاء فيه يعني احنا عندنا 1031 مركز شباب ما بين التطوير وما بين الإنشاء الجديد حوالين 260 مركز شباب منهم إنشاء جديد الباقي التطوير عندنا يعني تقريباً نسب الإنجاز متوسطها زاد عن 80% اللجنة بتتبع بشكل كبير جداً مع مجلس والوزارة ومع مساعد رئيس الجمهورية لمشروع حياة كريمة احنا من بداية تكليف السياد الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا مشروع حياة كريمة إنه هو مشروع قومي ولازم يستهدف كل قرى مصر الأكثر احتياجاً احنا كوزارة بدأنا على طول ننفذ توجيهات سيادته واستهدفنا عدد مراكز شباب كتير جداً في الوزارة في كل المحافظات احنا بدأنا بعشرين محافظة وخلال المؤتمر تم استعراض إنجازات مبادرة حياة كريمة لتطوير مراكز الشباب في مرحلتها الأولى بالإضافة للحديث حول أسلوب التشغيل بالمراكز بعد استلامها والإعلان عن آليات التقدم لتطوير المراكز بالمرحلة الثانية التي ستبدأ مطلع يوليو المقبل حياة كريمة مبادرة فخامة الرئيس احنا استفدنا منها كوزارة شباب رياض على مستوى العشرين محافظة ألف وثلاثة عدد المراكز الموجودة بجانب أربعة وخمسين مركز شباب بيقوم بتنفيذهم وزارة الشباب والرياضة ويمكن ده اللي كان ننوهنا عليه من شوية احنا قلنا انحنا انتهى من الإجمالي كله انتهى مية وستة عدد مركز شباب تماماً وتم تنفيذهم لمديرات الشباب والرياضة وهو جار العمل على أنه دايماً يتنفذ فيهم أو يبدأ يتنفذ فيهم الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية والرياضية لمستفيد حياة كريمة اللي هم قرى الريف المصر نقلة نوعية كبيرة تحققها مبادرة حياة كريمة في تطوير مراكز الشباب بقرى الريف المصري للارتقاء بحياة المواطن تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بتطوير كل الخدمات محمود جميل التلفزيون المصري انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بيزع فران التابعة لإدارة رز غارب الصحية على مدار يومين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 91 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 50 فحصاً معملياً وإجراء عدد 28 أشعة وصنار كما تم إجراء عدد 34 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة الترويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بإقامة صلاة الترويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها مشددة على أنه تم السماح بإقامة صلاة الترويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي بحيث تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة إلى البرصة المصرية مشاهدين التي ربحت خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 54.3 مليار جنيه مدعومة بقرارات البنك المركزي والحكومة الداعمة للاقتصاد في مواجهة تدعيات الآزمات العالمية ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بها البرصة نحو 750 مليار جنيه مقابل 695.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن البرصة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية EGX30 بنسبة بلغت 9.16 في المئة ليبلغ مستوى 11700 هو 9.16 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة هو المتوسط EGX70 نسبة بلغت 5.32 في المئة ليبلغ مستوى 1995.45 نقطة كما شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 وهو الأوسع نطاقا بالطبع الذي أضاف نحو 6.1 في المئة ليبلغ مستوى 3022.23 نقطة استقبل المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية أمير التلواني وفدا مشتركا من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بداخل مقر هيئة الرعاية الصحية بالأقصر وتعدف الزيارة إلى تعرف على نجاحات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر وإنجازتها وبحث أوجه تعاون لدعم نجاح المنظومة لافتة إلى أن زيارة شملت تفقد وفد البنك الدولي لمستشفى الكارنك الدولي ومركز طب أسرة منشأة العماري التابعين الهيئة بمحافظة الأقصر كما محافظ مطروح الواء خلد شعيب بتسليم مساحة 70 فدان بمنطقة قرية أبو الشربي سيوه إلى الشباب والتوزيع شتلات الزيتون بواقع 75 شته لكل فدان وذلك بمنظومة الرأي الحديث بالتنقيط يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتنمية سيوه ودعم قدرات الانتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي كما تفقد محافظ مطروح ورئيس مركز بحوث الصحراء مسار المرحلة الأولى من القناة المفتوحة بطول 41 كيلو متر أن ناقله لمياه الصرف الزراعي خارج واحة سيوه إلى المستهدف زراعته على جانبي المسار الذي يصل إلى 100 ألف فدان النهضة في إطار تدعيم الدولة للشباب النهضة سلمنا 70 فدان لشباب سيوه لزراعتها لسباب الزيتون أو بالنخيل ووزعنا عليهم الشتنات فنتمنى لهم التوفيد إن شاء الله المشروع المتكامل برية حديث بدخات مياه موجودة تضمن وصول المياه لكل شبر الموجودة خزين مصرعة يتوزعت على الشباب نتمنى لهم التوفيد بإذن الله وإن شاء الله المزيد والمزيد بإذننا كان سبق قبل كده وزعنا عليهم 30 والنهضة 70 يبقى إجمالي حتى الآن 100 فدان وزعناه على الشباب مركز الصحراء هيتابع من ناحية الفنية ويطلع قضاف العلمية تتابع الإشراف على المعاملات الزراعية للزيتون الاستلم المزارع فعلا الشبكة جهزة بالطاقة الشمسية بالشتلات بأفضل أنواع الشتلات ونأهله ونعمله دورات تدريبية رياضيا يستضيف المنتخب الوطني في التاسعة والنصف من مساء اليوم نظيره أسنغالي على استاد القهرة في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ويسعى متخب الفرعن لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة لوضع قدم في المونديال قبل مباراة الإياب على ملعب أوليمفي بالعاصمة السنغالية داكار هذا وتمثل المباراة فرصة للمتحب المصري لتعويض خسارته في نهاي بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلة الترجيح تتجه أنظار عشاق ساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف المواجهة المصيرية للمنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يسعى منتخب الفرعن لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة الإياب على ملعب أوليمفي بالعاصمة السنغالية دكار حيث يأمل الجيل الحالي للفرعنة في تسجيل اسمه في التاريخ الذهبي من خلال التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني هذا وتمثل المباراة فرصة للثأ بالنسبة للمنتخب المصري لتعويض خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلات الترجيح ويتوقع أن تملى الجماهير المصرية مدرجات استاد القاهرة وذلك بعد إعلان نفادي جميع التذاكر المخصصة لحضور اللقاء وكان عددها ستين ألف تذكرة ويفتقد المنتخب الوطني لجهود عدد من لاعبيه في مواجهة السنغال على رأسهم أحمد حجازي الذي أصيب بتمزق في أوطار العضلة الضامة خلال مواجهة المغرب بربع نهاء كأس الأمم الأفريقية بينما يغيب أكرم توفيق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء نيجيريا بافتتاح مواجهات الفراعنة في أمم أفريقيا كذلك يغيب رمضان صبحي لاعب بيرامدز الذي أصيب بتجمع دموي حول الركبة خلال الفترة الماضية هذا وشهدت قائمة الفراعنة وجوها جديدة لم تشارك في بطولة أفريقيا الماضية وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبي بيرامدز ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي إلى ذلك مشاهدين أعلنت توازرة الصحة والسكان خطة التأمين الطبي لمباراة مصر والسنغال التي اختقى بأستاذ القاهرة الدولي حيث أوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تمركز تسع عشرة سيارة إسعاف داخل الأستاذ وفي محيطه حيث تم توزيع ثلاث سيارات داخل الملعب وسيارتين خلف كل مدرج داخل الملعب بإجمالي ثماني سيارات كما تتمركز سيارة إسعاف أمام كل بوابة من بوابات الملعب بإجمالي ثماني سيارات كما تتضمن الخطة وجود سبع فرق طبية داخل الملعب لتقديم الدعم الطبي اللازم حال الحاجة له فضلا عن توفير كراسي متحركة مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الموجودة وذلك في محيط الاستاذ للمزيد مشاهدين حول المباراة الفاصلة ما بين مصر والسنغال في تصفيات المؤهلة لكأس العالم ينضم إلينا محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي محمد برحب بيك على شاشة التلفزيون المصري يعني بادئا ذي بدء أبرز استاذات المنتخب المصري لهذه المباراة الفاصلة محمد بيك وأهلا بكل مشاهدي تلفزيون المصري طبعا يمكن منتخبنا الوطني بقى على أكم السرات خلاص أنهى كل حصص التدريبية أنهى الحصص الفنية كمان بالنسبة للمدرب كارلوس كيروش اللي بقدر أنه هو بيغلق الباب تماما على كل اللاعيب المنتخب في الفترة الأكيرة زيت حشان ياخد منهم أقصى تركيز يقدر نحقق بالأمل والحلم بتاعنا أنهى التأهد اللي يكسر على مرة أخرى اللي بيبتأ بين المباراة الأولى في مصر هنا هوت أمام السنغال والمباراة الثانية يوم الفرسة القابلة إن شاء الله طبعا منتخبنا يمكن يعني كل اللاعيبة ديوقتي موجودين جاهزين وإن شاء الله يبقى يقدمه مباراك وإيسا بالحديث محمد عن جاهزية اللاعيبة كان عايزين بس تأكيد على الحالة الصحية لجميع اللاعيبة بالأخص طبعا محمد صلاح اللي كان فيه إشعاب بتنتشر يعني عن شكوك عن حالاته الصحية لا كل اللاعيبة الحمد لله بخير ويمكن حتى محمد صلاح كان فعلا فيه إصابة خفيشة كانت حصلته أثناء اللي بقى تواجده مع الفرقون لكن بدأت عافي منها بشكل فلاص تمام إن شاء الله وهو جاهز ويمكن حتى ده اللي شوفناه في التدريبات اليومين اللي فاته ما فيش مشاكل بيشارك بشكل كويس بشكل جيد طبعا أحيانا بتبقى الإصابات الخفيفة دي في الوقت اللي زي اللي كده بتصير الشكوك وبتصير القلق وبتكسر بسببها الشائعات لكن اللي بأكده لك إنه خلاص حمد صلاح جاهز ويمكن حتى هو نزل تويتم برح بيحس الناس كلهم والجماهير إن هي تدري المنتخب مصر وتأذروا وتشجعوا عشان خاطر قلاص ما فيش وقت طبعا وهو كمان كمتل محمد صلاح طالب طبعا الجماهير عبر موقع على تويتر إنه طالب بمساندة الجماهير سريعا محمد نظر النضيق في الوقت هل فيه مفاجأة في التشكيل النهاردة أه أو لا أتوقع ممكن يكون وفاجأة به إنه هو ما يبدأش بحمد فاتح لأنه سيحاول يبدأ في تشكيل أكثر هجوميا فممكن يبقى مكان حمد فاتح في مصر ملعب ده السلية والنين هيبقى يا إما زيزو يا إما محمد بجدي أفش شكرا شكرا جزيلا محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي كنت معنا عبر الهاتف شكرا شكرا جزيلا أجرت كاميرا تلفزيون المصري لقاءات مع عدد من الموطنين الذين أعربوا عن أملهم في فوز المنتخب الوطني واتخذ خطوة هامة نحو الصعود إلى كأس العالم 2022 وأعرب الموطنون عن ثقتهم في لعبي المنتخب الوطني وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري الذي يطف وراءهم لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم أنا أطلب من اللعيب أنهم يعملوا حساب الجماهير اللي راحت وراءهم 60 ألف متفرج يأدوا أداء رجولي يحاولوا أنهم يستثمروا كل فرصة جيلهم أنهم يحرزوا منه أداء إن شاء الله نعمل أداء كويس وإن شاء الله المنتخب يلعب كويس وإن شاء الله هنكسب 2-0 إن شاء الله حاولوا تفرحوا للشعب المصري وإن شاء الله نتأهل ونكون سبب في ساعات الشعب المصري وما يستحق أكتر من كده المطش صعب جدا طبعا بس وهيبقى فيه برضو زي المطشات اللي فاتت إحنا عارفين إن بيبقى فيه شوية أخطاء تحكمية فهم ما يركزوش في كده ويركزوا في المطش في التسعين دقيقة إن شاء الله نحسم التأهل من هنا المنتخب مصري نكسب 2-1 محمد صلاح ساجل جون وقالبا يا تريزيجي مرموش اللي هساجل جون التاني عايزين نعوضنا على البطولة اللي خسرناها بطولة أفريكا اللي فاتت عايزين نعوض المطش اللي خسرناها عايزين نفرح الشعب والجمهور اللي راح عين وراء والناس اللي تشجع من اللعب النس في البيوت بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونكسب 2-0 بإذن الله وإلى أصوان حيث أكدت الجماهير أن المنتخب الوطني يملك مجموعة كبيرة من اللعبين القادرين على تحقيق حلم التأهل للمنديال كما تمنت الجماهير تمثيلا مشرفا يليقه باسم مصر والكرة المصرية بإذن الله مصر هتفوز النهاردة 1-0 وبإذن الله بإذن الله مصطفى محمد يحطوه وبإذن الله يلعبوا بنفس الروح اللي لعبوا بيها المطش اللي فات وهيعمل له أعداء حلو إن شاء الله بإذن الله النهاردة مطش 2-0 بإذن الله صلاح ومصطفى محمد بإذن الله وقصيحة اللعبة إن شاء الله النهاردة نلعب رجالة طبعا نقصت جماهيرنا 100 ألف بإذن الله سواء أو 60 ألف وعشان طبعا مطش السناغال العودة هيكون صعبة جدا وإن شاء الله بإذن الله نلعب وإحنا داها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لمصطفى مصطفى إن شاء الله تكسب 2-0 بإذن الله إن شاء الله مصطفى مصطفى إن شاء الله مصطفى هي اللي حتفوز بإذن الله بس هو حيكون المطش يعني صعب شوية تمام بس أنا إحنا واسقين في الرجالة بتاعتنا وبدأت مصطفى إن شاء الله وإن شاء الله أنا متوقع محمد صلاح هو حييب جوان يعني إن شاء الله اتنين ثلاثة سفر بالكتير ان شاء الله ان شاء الله المطشة هيبقى جميل وهيغلب ان شاء الله واحد سفر وهيجيبه محمد صلاح بإذن الله ان شاء الله نتكلم مباراة بإذن الله اتنين سفر المنتخب ان شاء الله هيجيبه لأهداف محمد صلاح وترزقيه بإذن الله مشاهدين طبعا كل التمانيات للمنتخب المصري أن يقدم عرضا يليق باسم الكرة المصرية أداء ونتيجة نشاهدين بهذا نكون قد وصلنا نهاية هذه الجولة الاخبارية لم يتبقى فيها الا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين مدبولي يستعر تقريرا يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار المبادرة الرئاسية حيا كريمة بايدن يؤكد من بروكسيل ان استغناء أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيعزز أمنها القومية في مباراة مصرية المنتخب الوطني يواجه سنغال في ذهاب المرحلة النهائية بتصفية أفريقيا المؤهلة لكأس العالم مشاهدين وصلنا إلى اختام هذه الجولة الاخبارية من التلفزيون المصري شكرا لكم في تمام الساعة السادسة مشاهدين جولة اخبارية مجددة إلى الملتقى اشتركوا في القناة